بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده نتعرف على الكوست اكاونتس الكوست اكاونتس هي اكواد محاسبية البرمافيرا بيديني الامكانية ان انا اعملها عشان اكويدها على الاسايمنت بتاع الكوست على الاكتيفيتز عشان بعد كده اقدر ان انا اراجع ما بين العمليات المحاسبية والداتا اللي موجودة على البرمافيرا فطبعا لما باجي اعمل التكويد ده اللي بياخد نفس النمط المحاسبي او نفس الكوود المحاسبي اللي موجود عندي في الشركة فبوصل الكوست اكاونتس من قائمة انتربرايز واختار كوست اكاونتس ففيه هنا كود اهو كان موجود هتلاقيد مع مشروع من التمبلتس مثلا خلينا نشتغل على الكوود ده نفسه بيديني بس الاي دي والنيم بتاع الكوود كل كود الاي دي والنيم واقدر عمل فيهم شكل شجري من الزراير ديت ولو عايز اكتب موديفكيشن اكتب بعض النوتس مثلا على الدسكريبشن بتاع كوست اكاونتس ده كده عشان عرف الكوود عايز بقى ابدأ استخدم الكوود ده اللي هو الكوست اكاونتس باستخدمه اثناء الاسيمنت للريسورس او الاكسبنسس باجي مثلا على الانشيطة هنا الانشيطة اللي احنا كنا حطنا لها مثلا الريسورس زي البي سي فونديشن عندي اربع عمليات اسيمنت هنا فاخلينا نطلع الكولومن بتاع الكوست اكاونتس لا منسلش عليه ايدي الكوست اكاونت اهو وهيجي اختار ان الاسيمنت بتاع احمد عيدل على الاكتيبيتي ده ده يعتبر تابع ليه الكوست اكاونت دوت وده تابع ليه كوست اكاونت تاني وده نفس الكوست اكاونت التاني مثلا وده كوست اكاونت الاولين باي شكل ما عايزه بقى نفس الحكاية هنا بس وكده يبقى عرفنا لكل الاسيمنتس الكوست اكاونت بتاعتها ممكن برده نفس الشيء للاكسبنس الاكسبنس تعتبر تخصيص تكاليف على الانشطة طيب لو عندي انشطة زي النشاط بيسي فونديشن انتاي بيمس ده خلينا نظهر برده كوست اكاونت كوست اكاونت اهو اقدر برده ان انا اقول الاسيمنت ده بتاع السيربسيز على الارسي فونديشن ده يطبع ليه كوست اكاونت معين وده اللي كوست اكاونت تاني النشاط سلاب انجريت ده كان فيه برده اقدر ان انا اقول ده تبع اي كوست اكاونت وهكذا لو حبيت ان انا اشوف الكوست اكاونت ده اقدر ان انا اجي هنا في النشاط نفسه هلاقي الكوست اكاونت ايديز والكوست اكاونت نفسه النيم بتاعه وهنلاحظ للنشاط انه له اكتر من كوست اكاونت على حسب عدد التخصيصات للتكاليف عليه اللي انا ربطتها بكوست اكاونت وبكده يبقى اتعرفنا على الجزء بتاع الكوست اكاونت